اشتركوا في القناة ويتكلم عن الحمض النووي DNA الحمض النووي DNA جماعة العلماء في الاول وجدوا ان الخلية هي المسؤولة عن انتقال الصفات الوراسية من الاباء الى الابناء لما يجي في الانتحان يقولك علل تقوله وذلك لان النواة تحتوي على مين على وحدات المعلومات الوراسية اللي اسمها الجين يقولك علل النواة هي المسؤولة عن انتقال الصفات الوراسية من الاباء الى الابناء تقوله وذلك لأنها تحتوي على وحدات المعلومات الوراسية اللي هي اسمها يا جماعة الجينات طيب الجين ده موجود فين جوه النواة؟ اللي عندنا في النواة موجود في تركيب اسمه الكروموسومات الكروموسومات دي بتحمل مين؟ بتحمل الجينات طيب الصبغيات بقى اللي هي بتحمل المعلومات الوراسية ديت بتعمل ايه يا جماعة؟ او ليه؟ قالوا ان الصبغيات هي المسؤولة عن حمل الصفات الوراسية طبعا يا جماعة الصبغيات هي هي الكروموسومات الاتنين واحد بس الصبري لأنه بيأخذ لون الصبرة لما تحت أسنان الانقسام كده فسموه صبريات أما الكورنسومات ده الاسم اللاتيني بتاع الصبريات وجدوا أن الصبريات دي أسنان الانقسام الميتوزي للخلية بتنفصل الصبريات إلى مجموعتين متماثلين يبقى أسنان الانقسام بتنفصل الصبريات دي إلى مجموعتين متماثلتين بينتق عن الانقسام الميتوزي بعد كده خليتين كل خلية فيهم تحتوي على عدد من الصبغيات يساوي الخلية الأصلية يعني الخلية الأصلية لو كانت 46 كرموسوم بعد الانقسام الميتوزي هيطلع خليتين كل واحدة منهم فيها برضو 46 كرموسوم يعني خلية 2 نون انقسام ميتوزي بتطلع خليتين كل واحدة فيهم فيها نفس عدد الصبغيات اللي هو برضو كما جماعة 2 نون طيب بعد ذلك وجدوا أن الصبغيات العلماء في الأول لما حاب يعرفوا من المادة الورة راة 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 براء زلك ان هم وجدوا ان البروتين بيتكون من 20 حمضة اميني وال20 ده رقم كبير ووجدوا ان دي انا بيتكون من اربع نيوكلوتيدات يبال مادة الوراثية قلنا اللي هي عبارة عن ايه اه او الكروسوم عبارة عن دي انا هو بروتين العلماء قالوا انهي فيهم هو المادة الوراثية بزبط مين فيهم البيانق للصفة الدي انا هو البروتين فلما جم حللوا وجدوا ان دي انا ايه? بتركب من اربع نيوكلتيدات. بينما البروتين بيتركب من عشرين حمض اميني. ازن قالك طالما عشرين اكبر من اربعة. يبقى البروتين هو مين يا جماعة المادة الورصية. طب ليه قالوا للعشرين افضل? وجدوا لان هناك اختلاف كبير جدا بين الكائنات الحية الموجودة في الطبيعة. فقالك ان العشرين حمض اميني دول بيشتركوا مع بعض بطرق مختلفة. فبيادوا الى ظهور صفات اه يعني اللي سلاح حصر منين من الاختلفات. اللي هي موجودة بين الكائنات الحية في الطبيعة بس العلماء لما درسوا أكتر وتقدموا في دراسة المادة الوراثية اتضح أن الدين هو المادة الوراثية وليس البروتين وفي هذه الحالة العلماء كونوا علم جديد اسمه البيولوجيا الجزائية اللي هي الأساس الجزيئي للوراثة الأساس الجزيئي للوراثة طيب بلجينات لما نحط لها تعريف هنقول هي وحدات المعلومات الوراثية المسؤولة عن الصفات الموروسة أو اللي بتحكم في إظهار الصفات الموروسة البيولوجيا الجزائية تعرفها هي أحد مجالات العلم الحديث اللي بيهتمل بدراسة الأساس الجزيئي للوراثة اللي هو الدييني برضو من ضمن الملاحظات أن احنا عندنا صبغيات بتحمل الجينات والدييني هو المادة الوراثية وزي ما قلنا من شوية وبتكون من أربع نيوكوليدات وعندنا برضو المروتين بيتكون من عشرين حمض أميني من عشرين حمض أميني الأدلة بقى اللي العلماء استخدموها احنا قلنا من شوية كانوا محتارين ما بين الدييني والبروتين بس قلنا برضو أن الدييني هو المادة الوراثية دي اللي اكتشفوه اكتشفوه زي عن طريق سلاس أدلة الدليل الأولاني اسمه التحول البكتيري كانوا يعملوا تجارة معينة على البكتيريا فسموها التحول البكتيري الحاجة الثانية لأقيمات البكتيريا أو البكتيروفاج وده فيروس بيتكاثر على البكتيريا والحاجة الثالثة اللي هي كمية دييني في الخلية كمية دييني الموجودة في الخلية دول التلات أدلة على أن دييني هو المادة الوراثية ناخدهم بقى كده مع بعض دليل دليل الدليل الأولاني اللي هو التحول البكتيري التحول البكتيري دي تجربة قام بها عالم اسمه العالم جريفس الراجل لا يا جماعة كان في العصر بتاعه انتشر الالتهاب الرئوي واللي كانت بتسببه نوعين من البكتيريا البكتيريا الأولى اسمها بكتيريا R بكتيريا R ودي بكتيريا لما كان الإنسان يصاب بيها كانت بتأدي إلى إصاباته بالمرض فقط بس ما كانش بتموته وكان في نوع تاني من البكتيريا برضو التهاب الرئوي بس دي كانت اسمها إيه بكتيريا اس البكتيريا اس دي يا جماعة كانت عبارة عن نوع من البكتيريا برضو التهاب الرئوي كانت بتؤدي إلى موت الإنسان المصاب بيها سبب ليه التهاب الرئوي وبعد كده إيه بتموته فالرجل ده عمل تجربة جميلة التجربة الأولى ان هو أحضر فقران وحقا هذه الفقران بحقنة كده كان فيها بكتيريا R أدى ذلك إلى إصابة هذه الفقران بالالتهاب الرئوي يعني هي جلها للتهاب الرئوي طيب التجربة التانية حقا فقران أخرى ببكتيريا اس اللي احنا قلنا عليها من شوية اللي هي مميتة فماتت كل الفقران طيب التجربة التالتة بقى عمل حاجة جميلة أولى عمل إيه؟ أحضر البكتيريا اس وسخنها على لهب لحد ما ماتت وبعد كده حقا بها الفقران الفقران مماتتش طب ليه الفقران مش ماتت يا جماعة؟ لأن البكتيريا اس المميتة أصلا كانت ميتة فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ مش هاتموت طيب كده؟ جي بقى عمل تجربة في منتهى الزكاء أحضر البكتيريا اس المميتة اللي هي أصلا موتها من شوية بالحرارة موتها بقى يا جماعة بالحرارة كده هي إيه ميتة يوم؟ طيب؟ طيب ووضع معها بكتيريا آر حية يعني بكتيريا آر كتت عيشة والبكتيريا اس كتت إيه؟ كتت مميتة كتت ميتة وحقا الاس والآر مع بعض كده فين؟ في فقران كانت النتيجة إيه؟ حاجة في منتهى الغرابة ماتت بعض الفقران خلي بالك يا جماعة بكتيريا اس كتت ميتة أصلا وبكتيريا آر كتت عيشة إيه اللي حصل بعد ما تم الحقن؟ ماتت بعض الفقران طيب فجي الراجل ده قالك طالما ماتت الفقران من بيموت الفقران البكتيريا S ومن مش بيموت البكتيريا R بس الفقران ماتت الفقران إيه اللي حصل لها؟ ماتت فقالك بس يبديء إن إيه بتاع البكتيريا أو المادة الوراثية بتاعت البكتيريا S انتقلت إلى البكتيريا R فتحولت البكتيريا R إلى البكتيريا S وموتت مين؟ بعض الفقران موتت مين يا جماعة؟ بعض الفقران خباك برضو عشان في الامتحان بيجي بيعلق على كلام صغير كده زي مين يا جماعة؟ لما يجي يقولك أن نوع من البكتيريا لما نحقن بيها الفقران بتموت كل الفقران. حط خط لك كلمة كل. اول ما يقولك كلمة كل يبقى بكتيريا اس فقط. طيب لو قالك ماتت بعض الفقران تقوله ايه بكتيريا اس الميتة بالحرارة زي بكتيريا ار اللي هي ايه عايشة او على قيد الحياة. طيب فالرجل ده اكتشف حاجة سمها ايه ساعتها التحول اللي هون التحول البكتيري الظاهرة دي اللي هي خاصة بالتحول البكتيري الايه يا جماعة ان تحولت او يعني اصلا تحول البكتيري هو عبارة عن تحول احدى سلالات البكتيريا الى سلالة اخرى او تحول السلالة ار الى السلالة اس نتيجة انتقال المادة الوراسية من اس الى ار. المادة الوراسية مين يا جماعة من اس الى ار. فتحولت بقى السلالة ار الى سلالة اس وانتقل ذلك الى مين الى اه ابنائها. وانتقل ذلك الى مين يا جماعة الى ابنائها. طيب. فدلوقتي بس خلي بالك من حاجة. الراجل ده قالك اللي فيه تحول البكتيري. يعني مادة الوراسية انتقلت من سلالة قاتلة الى السلالة العادية. فتحولت السلالة العادية اللي هي ار دي الى سلالة قاتلة. وبس على كده. ما كملش. يعني ما قالكش المادة الوراسية دي كانت دي اني ايه ولا ار اني ايه. فجي بعد كده عالم تاني اسمه العالم ايفري ومعاه مجموعة من زميله اللي هو فريق العمل بتاعه عملوا تجربة او كملوا التجربة بتاعت العالم جريفسي دي. عملوا ايه بقى? عزلوا المادة اللي كانت بتسبب التحول للبكتيري. يبقى عزلوا مين يا جماعة? المادة اللي بتحول مين? او بتسبب بتحول البكتيري. تم كده? طيب. وقاموا بتحليل هذه المادة حللوها فوجدوا ان هذه المادة عبارة عن مين? عبارة عن دي اني ايه. فقالك بقى ايه? التفسير العام بتاعهم لمقضوع التحول للبكتيري ده. ان سلالة البكتيريا ار امتصت. الدي اني ايه? اللي هو خاص بالبكتيريا اس. فتحولت البكتيريا ار ايه البكتيريا اس. وانتقلت هذه الصفة الى مين? الى ابنائها. طيب. اه فطبعا كل عالم كده يا جماعة لما بيحطوا نظرية اثناء اصلا لما يناقش الماجستير بتاعه او الدكتوراه بتلاقي ده كاترة كل شوية يعترضوا على هو بيقوله عشان ايه? يعني يتقنعني يقنعك لان حاجة علمية. فجمع علماء قالوله لأ احنا مش موافقين على اللي انت بتقوله لا انت ولا الفنية العمل بتاعك. فلما سأل اللي قالوله لان المادة الوراثية دي اللي هي قدت الى التحول البكتيري كانت عبارة عن DNA وكان معها بروتين. ماها ممكن يكون البروتين ده ها هو لسبب ايه للتحول البكتيري. يبقى تقوله يعني ايه سبب الاعتراض على نظرية افري او تجربة افري وزملاء افري اللي كانوا معا في الريل العمل ان المادة الوراثية لم تكن نقية بالكامل يعني ماكنتش DNA بالكامل. امال ايه? كانت عبارة عن DNA وال DNA ده من يا جماعة كان معاه برضو مجموعة منين من البروتينات وبذلك ايه اللي حصل انتقلت ايه? فقالك اللي ممكن بقى يكون ال البروتين ده ها هو لسبب ايه التحول البكتيري مش DNA اللي انت بتتكلم عنه. طيب. فجات بقى حاجة مهمة جدا 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 جدا. اللي هي التجربة الحاسمة ودي يا جماعة من الاشياء اللي بتيجي كتير في الامتحان. اه معلومة ناخدها مقدما كده لحد ما نوصلها بعد شوية. اه ان شاء الله يعني. وهي اه تركيب ال DNA. لازم نعرف يا جماعة ال DNA بتركب من نيوكلتيدات. كل نيوكلتيدة عبارة عن سكر خماسي اسمه دي اكسي ريبوز. وده اللي احنا عايزينه دلوقتي والباقي هنقوله بعدين. طيب. دي اكسي ريبوز ده السكر اللي داخل في تركيب نيوكلتيدة DNA. طيب. العلماء في الفترة دي قدروا يكتشفوا انزيم اسمه انزيم الدي اكسي ريبو نيوكلييز. اسمه يا جماعة الدي اكسي ريبو ايه نيوكلييز. احنا قلنا من سواني ان السكر اللي داخل في تركيب النيوكلتيدة بتاعت الDNA اسمه سكر دي اكسي ريبوز. تمام كده؟ طيب. الانزيم ده اسمه ايه؟ دي اكسي ريبو نيوكليز اللي في الآخر دي معناها يحلل باللغة اللاتينية بيحلل يعني طيب إذن عندنا بروتين وعندنا دي إني ايه وعندنا حاجة تانية هناخدها إن شاء الله في الفصل التاني اسمها إيه يا جماعة اسمها أر إني ايه إحنا عندنا الإنزيم ده اللي هو اسمه دي أكسي ريبونيوكليز ما بيحللش إلا سكر دي أكسي ريبوز بس ما بيأثرش على إيه على البروتين ولا بيأثر على الأر إني ايه إذا لما نضيفه على المادة اللي سببت التحول البكتيري هيحلل مين؟ هيحلل النيوكلتيدة اللي دخلها في تركيب الـ DNA وطالما حللها هيحلل برضو مين الـ DNA ما هذا الـ DNA بتكون من النيوكلتيدات والنيوكلتيدة فيها سكر ديوكسوريبوز هو هيحلل السكر إذا الـ DNA بالسلامة كده تحلل مين عاد موجود دلوقتي بقى في المادة كلها أصبح موجود البروتين وأصبح موجود مين؟ الـ RNA هم بقى بعد ما ضافوا المادة دي أو الإنزيم ده اللي هو ديوكسوريبوز عن المادة اتحلل الـ DNA وبالتالي إيه اللي حصل يا جماعة؟ حقنوا بقى المادة دي اللي هي اللي بقية بقى اللي هي البروتين لدي الـ RNA في الفقران ماشي فإيه اللي حصل يا إخوانا؟ لم يتحول البكتيريا R إلى البكتيريا مين يا جماعة S فقال لك بس بقى طالما احنا حللنا ولقينا إن الـ DNA تحلل عن طريق الـ DX ريبو نيوكليز مفضل شكل الـ RNA هو البروتين وبرضه ما حصلش التحول البكتيري يبقى مين بقى اللي كان بيحاول الـ DNA؟ وقتها هتأكدوا إن الـ DNA هو مين يا جماعة؟ المادة الورثية طيب إيه اللي كان يحصل خلي بالكوا إيه اللي كان يحصل لو الـ DNA تحلل بس تم التحول البكتيري كان وقتها يقولك بقى يا إما البروتين يقيم مين الـ RNA؟ تم كده؟ بس كمين الـ DNA تحلل مفضلش غير الـ RNA الـ RNA هو البروتين وبرضه ما حصلش التحول البكتيري يبقى الـ DNA هو مين؟ هو المادة الورثية دي التجربة الأولى دي يعني إيه؟ دي الحاجة الأولانية الحاجة التانية بقى أو الدليل على إن الـ DNA هو المادة الورثية اللي كان عندنا إيه؟ نوع من الفيروسات اسمه لقيمات البكتيريا أو البكتيريوفاج يخلي بالكو مهم جداً البكتيريوفاج ده هو لإنه معانا تاني لما نخلص أو ببقى في فصل التاني إن شاء الله في الهندسة الورثية وحاجة مهمة جداً وبتكرر كتير جداً في الامتحان طيب لقيمات البكتيريا أو البكتيريوفاج ده عبارة يا جماعة عن فيروس بس فيروس غريب شوية ليه؟ قلنا غريبة جماعة لإن دي إن المادة الورثية بتاعته دي إن إيه؟ بس عندنا فيروسات تانية زي الإيدز المادة الورثية فيها RNA طيب البكتيريوفاج ده يا جماعة عبارة عن فيروس الفيروس ده هو بيقوم بمهاجمة البكتيريا وبعد ما هاجم البكتيريا بيتكاصر في داخلها زي ما احنا هنشو بعد شوية كده بيتركب من إيه البكتيريوفاج ده يا جماعة؟ البكتيريوفاج ده بتركب من مادة ورثية DNA مش RNA DNA بيحيد به مع الخارج غلاف بروتيني الغلاف البروتيني ده هو بيكون حاجة اسمها الرأس والرأس يدهوت وبعد كده بيمتد عشان يكون ايه ما يشبه الزيل والزيل ده يا جماعة بيستخدمه عشان ايه يلتصج به مع البكتيريا ثم ايه يقوم به مهاجمة عشان كده تسموه يا جماعة على وقتمات البكتيريا اللي هو ايه بيتغزة او بيتكاصر عن طريق هجومه على البكتيريا وبعد كده البكتيريا بتموت طيب تكاصر بقى البكتيريوفاج ده هو ازاي البكتيروفاج ده بيتكسر يا جماعة رقم واحد الفيروس اللي هو البكتيروفاج ده بيهاجم على خلية بكتيرية بيهاجم على مين يا جماعة خلية بكتيرية طيب وبعد ما يهاجم عليها بيمسكها او بيكلبش فيها كده عن طريق مين يا جماعة عن طريق الزيل بتاعه عن طريق الزيل طيب بعد كده ايه اللي بيحصل بقى المادة الوراسية بتاعته اللي هي موجودة في الرأس خلي بالكم الرأس فوق موجود في المادة ادي الرأسة ومسلا موجود في المادة الوراثية. تحت بيكون موجود مين الزيل. الزيل ده بيعمل ايه? اه وسيلة الانتصاق بمين بيقى البكتيريا لما هاجم عليها. بعد كده اللي بحصل يا جماعة. الزيل ده في حاجة اسمها قطعة زيلية بتفتح سنة كده. فالمادة الوراثية اللي هي دي النهية اللي بيحصل بقى بتنزل. كده حاجة بتنزل لفين? لجوه البكتيريا. تم كده يا جماعة? طيب. بعد ما المادة الوراثية اللي هي دي النهية. داخلت جوه البكتيريا ووجدوا حاجة جبيرة غريبة جدا يا جماعة. الدي النهي بتاعة الفيروس بتهاجم على الدي النهي بتاعة البكتيريا. وبعد ذلك بعد اتنين وثلاثين دقيقة بالزبط بتنفجر الخلايا البكتيرية ويطلع منها ميت فيروس جديد مكتمل التكوين. مكتمل مين يا جماعة? التكوين. ماشي. اه ازا وجدوا ايه? ان انتقلت المادة الوراثية من الفيروس وقتا ما كنش اعرفه طبعا. قال لك مادة ماء. مادة معينة. من الفيروس الى الخلايا البكتيرية والمادة دي هي اللي عملت ايه يا جماعة? التحول اه البكتيري ده هوت او قدت الى تكوين ايه? بكتيريات اه اسف فيروسات اه جديدة. اللي هي يا جماعة بسموها الهوكمات البكتيريا او البكتيروفاج. ماشي. فجي بعد كده عالمين واحد فيهم اسمه هيرش واتشيس كملوا التجربة بتاعة الهوكمات البكتيريا دي. طي اللي هي اسمها بكتيروفاج وهي ايه او نوع من الفيروسات اسمه بكتيروفاش ايه اللي حصل بقى يا جماعة حصل حاجة جميلة قوي ان في الوقت ده الاعلماء تأكدوا ان الDNA بيدخل في تركيبه الفسفور الفسفور تم كده وما بيدخلش في تركيبه الكابريت بينما البروتين بيدخل في تركيبه الكابريت وما بيدخلش في تركيبه الفسفور تم كده فقاموا بترقيم الDNA الفيروسي بالفسفور المشاع وقاموا بترقيم او تعليم اللي هو ايه الكابريت او البروتين عن طريق الكابريت المشاع يبقى كده يا جماعة عندنا الفسفور اللي دخل في تركيب الDNA بقى مشاع والكابريت اللي دخل في تركيب البروتين اسمه هو كمان مشاع وبالتالي هيسهل التعرف عليهم ومعرفة مين بالضبط اللي ادى الى موضوع تكاصر البكتيروفاش داخل الخلية البكتيرية بعد ما رقموا عملوا ايه يا جماعة رقموا يا جماعة ان علموا سمحوا للبكتيروفاش ده بمهاجمة البكتيريا وبعد ما هجم على البكتيريا الفيروس ده اسمه بكتيروفاش بعد ما هجم على البكتيريا وجدوا حاجة غريبة يا جماعة ان هما لما جاسوا النسبة بقى وجدوا ايه وجدوا حاجة غريبة شوية يا جماعة وجدوا ان كل المادة الوراسية أو كل الفسفور المشاع دخل فين جوة الخليل البكتيرية بينما أقل من 3% من الكابريت المشاع دخل جوة من جوة الخليل البكتيرية إذن طالما كل الفسفور المشاع دخل جوة والفسفور ده أصلا كان تبع أو كان دخل في تركيب الـ DNA يبقى إذن الـ DNA هو مين هو المادة الوراثية هو المادة اللي هنا جماعة الوراثية طيب للسنتاج ان دي اني الفيروسي يدخل لخلالة البكتيرية ويدفعها لبناء فيروسات جديدة يبقى اذا دي اني هو مين زي ما قلنا من شوية هو المادة الوراسية وجدوا ان دي اني ده هو المادة الوراسية للفاج وسلالات البكتيريا الخاصة بالالتهاب الرئوي طيب وجدوا برضو ان دي اني ده هوت ليس المادة الوراسية لكل الكائنات الحية وذلك لان الفيروسات ماشي مادة الوراسية هي او بعض الفيروسات بتبقى مادة الوراسية وليس دي اني ودي بتمثل صورة صغيرة من صور الكائنات الحية الاسبات التالت ان دي اني هو المادة الوراسية عندنا اللي هو كمية دي اني في الخلايا المفروضة جماعة المادة الوراسية تكون ثابتة يعني المادة الوراسية في كل جسمك في الخلايا الجسدية تكون ثابتة وفي الخلايا الجنسية بتبقى النص هنعرف لي دلوقتي فجوم عاملوا تجربة على الدجاج اللي هي الفراخ يعني تم كده او الفروج بلغة ايه الناس المحترمة بتقول صعيد اللي انا بحبهم جدا يعني طيب عندنا وجدوا ان الكيمية دي ان ايه في الريش الدجاج ماشي مساوية للي موجودة في الجلد اللي هي خلاجة جسدية اي خلاجة ممكن مثلا يجي يقولك الشعر ممكن يقولك الجلد ممكن يقولك الازافر ممكن يقولك العين ممكن يقولك اللسان المهمة لما جوم في الدجاج وجدوا ان الخلايا الجسدية كمية دي ان ايه اللي فيها كلها سبتة كلها ايه جماعة سبتة بينما البروتين بيختلف من مكان الاخر يعني مثلا ممكن تلاقي كمية البروتين اللي موجودة في صدر الفرخة كمية اعلى من كمية البروتين اللي موجودة مثلا في الورك مثلا يعني تم كده بينما دي ان ايه ثابت في الورك زي الكتف زي في الصدر زي العرف العرف ده اللي احمر بيت بفوق ده البعض الفرخة تعمله كده يعني. اه كله ثابت. تم كده? طيب. بينما كمية البروتين زي ما قلنا بتختلف من من المكان لاخر او من النسيج لاخر فين في في الدجاجة دي. طيب. الحاجة التانية وجدوا ان كمية دي ان ايه في الخلايا الجنسية توسي اه اللي هي الامشاك يعني او بويضة تساوي نصف نصف المادة الوراسية او دي ان ايه اللي هو موجود فين في الخلايا الجسدية. بينما البروتين لا يشترط. البروتين ايه يا جماعة لا يشترط انه يكون النص. طب ليه النص يا جماعة? احنا قلنا اصلا الانسان زي ما اخدنا في التكاثر. ازاي جوت او الجنين عبارة عن ايه? عبارة عن حيوان منوية من الام اه من الاب وبويضة من الام. لما الحيوان منوية من الاب بيندمج مع البويضة من الام بيتكون الزاي جوت اللي هو كم نون? اتنين نون. طب ابوه اللي هو الاب كان اتنين نون. والام كان كام اتنين نون. فلازم منه حاجة واحد نون ومنها حاجة واحدة نون. بحيس ان الجانين يطلع هو كمان كام نون. اتنين نون زيهم. صح كده? طيب. نفترض جدلا ان الاب كان عنده حيوان منوي اتنين نون. والأم بوايدة واحد نون. اتنين نون مع واحد نون يبتاتة نون. ده يا جماعة اسم تضاعف صبغي مميت. هناخده ان شاء الله في التفارات برضو في اخر الجزئية دي. ماشي يا جماعة? فاذا لازم يكون الحيوان المنوي نصف المادة الوراسية. والبوايدة نصف المادة الوراسية. بحيس بعد الاخصاب يعود العدد الزوجي للصبغيات مرة اخرى من جديد. وده مهم جدا حتى ايه اه يحفظ التوازن الوراسي في الكائنات الحية. ماشي? طبعا بزي قلنا من شوية برضو ان البروتين لا يشترط. لا يشترط ان يكون النصف. تمام? طيب الحاجة التالتة ان البروتين والدي اني ايه والار اني ايه. البروتين والار اني ايه. يعاد هدمه وبنائه اه باستمرار بينما اه اه ادي اني ايه ثابت. يعني ايه هدم يا جماعة? يعني بيتحلل وثم بعد كده يرجع ايه يتكون مرة تانية. زي ما احنا هنشوف ان شاء الله في الار انيه هو تخليق اه البروتين. بينما ادي انيه حاجة ثابتة تماما لا تتغير. لا تتغير. الا ازا حصل بقى ايه بعض الحاجات اللي احنا اقولها بعد شوية في التفرط. المسلا تعرض الاشعاع. الحرارة كلام من ده زي ما احنا هنشوف بعد شوية كده ان شاء الله. بس غالبا بتكون سابتة. طيب. هنا شوية مساء اللي هو يا جماعة بيقول لك ايه? الخلايا التالية بتحتوى على نصف عدد اه جزئات دي انيه? يعني تبقى واحد نون من الصبغيات. واحد نون بس من الصبغيات. زي مين يا جماعة عندنا اهو? قالك في الانسان الخلايا المنوية السنوية لو تفتكروا. الطلاع المنوية الحالات المنوية البويضة الخلايا البيضية السنوية. دول كلهم واحد نون في الانسان. طيب في النبات حبة اللقاح. عندنا النوية الانبوبية. النوية المولدة. البيضة. الخلايا المساعدة. الخلايا الهيني استمتية. دول كلهم واحد نون. هنعرف ليه بقى لما ناخد المسألة اللي عندنا. والمسألة دي اتكررت في الامتحانات كتير جدا. بيقول لك ايه? ازا كانت نصف نصف خلي بالك. كم يدي ان ايه? في النواة الانبوبية لحبة اللقاح تساوسين. خلي بالك يا اخواننا من الكلام ده. النوية الانبوبية احنا قلنا عليها من شوال ايه? اصلا كام نون? واحد نون. تمام كده? لما نصف نصف الواحد نون ده هو يبقى سين. فكم تكون نسبة دي ايه في الخلايا المي راستيمية? قال لبالكم خلايا المي راستيمية اه ماشي دي ايه? اتنين نون. هو عاوز منها الكامية تبقى كام? احنا قلنا نصف دي ايه يساوي سين. تمام كده? يبقى كل دي ايه اللي هو موجود في النوية الانبوبية يساوي كام يا جماعة اتنين سين. نقول تاني. نقول تاني الحالة دي. احنا قلنا من شوية اللوية الانبوبية واحد نون. صح كده? واحد نون. هو هنا في المسألة قال لك ايه? نصف المادة الوراسية اللي هي موجودة في اللوية الانبوبية هيبقى سين. اللي هو مثلا النص الواحد دي يبقى ايه? سين. يبقى الواحد كله على بعضه كام? اتنين سين. طيب. الاتنين سين دول عبارة عن كام واحد نون. طيب هو ده تعود منك خلايا مي راستيمية يعني خلايا جسدية اللي هي كام نون? اتنين نون. يبقى اتنين في اتنين يسوي كام اربعة سين. اربعة سين. طيب كده يا جماعة? يبقى الواحد الانبوبية دي خلايا جنسية اتنين سين. يبقى الخلالة المسلمية الضعف عشان خلايا جسدية يبقى يسوي كام اربعة سين. وبكده نكون خلصنا اه اول محاضرة في DNA. وان شاء الله نستنىكو في المحاضرة التانية في DNA برضو. وان شاء الله ربنا وفقكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كيرو دار اليوم السابع